أيضاً في موقف يمكن من موقف كان في مباراة من كولا في اللايف وصار في مشكلة أنه قطعت المباراة أو أي بضبط كان في مسؤولي تابع هذه كبيرة هذه نعم إحنا دائماً عندنا يعني عندي تعليمات دائما أنه أول شيء المباراة إذا كانت تنقل على القناة الأولى دائماً يعني على الساس أنها انتشار لساً القناة الثانية ما بعد يعني اشتغلت في كل المدعون أو كل النواحي ذلك اليوم في مباراة مهمة جداً جداً بين فريقنا وفريق الكويتي منتخمنا ومنتخم الكويتي في الكويت وكانت منقولة على القناة الأولى فالتعليمات عندي لما يجي إيش اسمها الأذان المغرب أو العشاء لأن كان أذان عشاء يعني تنقل على القناة الثانية المباراة والقناة الأولى تنقل على مكة على طول يعني طبعاً عملت الترتيب هذا وما علمنا أنه المسؤول في الأيام ملي فاعد الله يرحمه يوفر له كان يشاهد الكورة باهتمام من حد المخيمات وما كان فيه قناة ثانية ما كان فيه القناة الأولى لذلك يقول لك والله سوينا هذا ورأت ورأت الملك استعجب وصارت هوشة هذا كبير علينا يعني والله أنا عندي تعليمات خلي التعليمات تنفعك المسكنة ما دريت أنه في الشيء هذا موجود ولكن المسؤولين عندنا دائماً لما يتفهموا الأمر لما يعني هذا رح يمين دائماً بنا وحقيقة أن يوجهون إلى ما ولكن تعلمنا تعلمنا أننا لازم ما هو دائماً على تعليمات ما هو دائماً خاصة إذا كان ما لها أنها تنفذ كذلك أنا مرة نفت تعليمات كلها جاية من المقام السامي نفتها حسن ما هو موجود تكلمني يا الوزير اللهي السيم الخير قال لي يا عالي وش سويت؟ قلت أبي حذا اللي سويت؟ ليه سويت؟ قلت أني عندي شيء مكتوب جاي من المقام السامي أنت اللي أرسلت لي قال شوف أقرب سلة مهملات ورمي فيها ورجع اللي ما كنت أول يعني هذا فأحياناً التعليمات تجي في وقت ما تقدر تنفذها أو تنفذها تصير على رأسها هذا المشكلة العمل في الإذاعة والتلفزيون خاصة التلفزيون التلفزيون يجب أن تكون عندك إحساس بالمهم في الأهم تعليمات مكتوبة أشياء ما تبشي لازم تفهم من المسؤول والمسؤول لازم تفهم بالضابط لازم تفهم من المسؤول والمسؤول لازم تفهم الجو العام الجو العام للإعلامه هذا اللي ذبعنا هذا اللي هنا مربط الفلس على ما قاله هذا الصعب فيه أنك أنت تعمل على شيء لازم تكون مفهومك يتعدى الورق المكتوب هذا والحمد الله ما صارت علينا أخطاء كثيرة بس أنه أحيانا حتى أنا أحيانا أسأل عن أشياء يقوله ما أنا شغل أنت اللي تدبر